تقترب الأطراف الدولية من طي الملف العسكري في سوريا من خلال الحديث عن تسوية آخر بؤرتي توتر خارجتين عن النفوذ الدولي المباشر إدلب في الشمال السوري وتجري حولها مباحثات تركية روسية وجيب تنظيم الدولة المتبقي شرقي سوريا وتحضر له الولايات المتحدة حملة عسكرية للسيطرة عليه وتزامنا مع قرب تسوية التوتر العسكري تكثف المباحثات السياسية لرسم سوريا جديدة لا مركزية مقسمة ضمنيا بحسب خرائط النفوذ العسكري فمن جهة ثمت مباحثات أمريكية روسية حول دور إيران في سوريا وهو الملف الأبرز الذي سيكون على طاولة لقاء مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في جينيف الأسبوع المقبل وذلك كمتابعة لتفاهمات ترامب بوتين في قمة هلسينكي ومن جهة أخرى تتواصل المشاورات التركية الروسية حول سوريا وتحديدا حول ملف اللاجئين في وقت يعتزم فيه المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا أقد اجتماع للأطراف المعنية بالصراع السوري منتصف أيلول المقبل على أن يكون موضوع اللجنة الدستورية أبرز بنوده غياب إيران أبرز ما يميز مرحلة السباغ السياسي حول سوريا حيث يجري العمل على عقد قمة الرباعية بين زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا والتركيا بخصوص رسم مستقبل سوريا في ظل معطيات عن توافق أمريكي روسي حول منطقة شرق الفرات التي تسيطر عليها ميليشيات كردية مدعومة من أمريكا ويأتي هذا التوافق من خلال دعم واشنطن وموسكو لإطرحات الأكراد بخصوص لمركزية الحكم في سوريا كبديل عن مطالبتهم بالفيدرالية إلا أن الطلب الكردي يواجه رفضا تركيا قد يعيق خطط تقاسم النفوذ ويعيد ترتيب قواعد اللعبة السياسية بالغة التعقيد